موسيقى الأجيال في زمن العلماء صدام وصراع أم تفاعل وتكامل سؤال نضعه في دائرة الضوء وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا عندما لا نعي أبعاد المستقبل وندرك طبيعة سنن التغيير والتحولات الإنسانية ونهمل التعامل مع تحدياته لا نستطيع أن نعد أجيالا قادرة على التفاعل مع هذا المستقبل ومواجهة تحدياته فالحياة لا تعود إلى الوراء ولن أجانب الصواب إذا أقررت كون صراع الأجيال ضرورة حتمية من أجل تحقيق استمرارية الكائن البشري فالتماثل موت للزمن وفي الاختلاف حياة للزمن ومن هنا يتوجب علينا ملامسة الصراع كمفهوم إيجابي لتحقيق تنمية البشرية المستدامة كيف نستفيد من الموروط القديم بتقاليده بعاداته التي يسخر بها المجتمع ونواكب العصرنا والرقمنا من أجل تنشئة جيل مفعم بالحياة ومنفتحين على كل الثقافات لتطاروح أفكاري هذا التحدي يسعدني أن يحضر معنا الأستاذ سعد أبو نار دكتور في علم الاجتماع محاضر ومدرب دولي معتمد فسيشاري اجتماعي وأسري وأمين عام المتد العربي الأفريقي صباح من الدكتورة مرحبا نور تاني أهلا بحضرتك وشرف لي أكون موجود مع حضرتك وعلى قناة ميديا تيفي هذه القناة العظيمة العريقة وطبعا شرف لي أن أكون متوجه إلى الشعب المغربي لأن أكون له كل حب وود ومودة لهذا الشعب العريق تحياتي لحضرتك وشرفي أعلم جيدا أنك متابع لميديا تيفي جدا جدا كما يحضر معي أيضا الأستاذ مصطفى أملاح مؤثر تنمية القدرات والكفاءات مرحبا سيدي بكرا لك أستاذ خزيجا أنا جيد سعيد أنني نتواجد معكم في هذا المكان الطيب وكذلك مرحبا صديقة أستاذ سعيد أننا نتحاول حول الموضوع اللي هو غاية في الأهمية اللي هو مثلنا من جميع الاتجاه سواء نبغينا أو ما بغناش هذا الموضوع اللي حقيقة وهو ذلك ما أشارتي وهو إيجابي غير خصنا كيفاش أننا نحتوي وهذه الظاهرة الاجتماعية باش نتعامل معها بطريقة إيجابية فبالتالي سأسعدني أنني نكون معك وأن نقصر المواضيع اللي هي تنير العقول دي المسائل الكريم أنا سعد شكرا جزيلا البداية معكم دكتور سعد يعني صراع الأجيال ربما مفهوم يعززه أو يعزز فكرة أن لكل جيل له خصوصيات له خصائص له مميزات تجعله بالضرورة تحت مجهر أهل الاختصاص يعني ما خصوصيات هذا العصر يعني فيما يتعلق بالأجيال هذا الجيل وعلاقته بالجيل اللي قبله بماذا يمكن توصيفه تحديدا دكتور سعد أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر حضرتك جدا على اختيار هذا الموضوع لأن الموضوع فعلا مهم ويهم كل الأجيال ولو علاقة كبيرة بالتنمية المستدامة فهي التنمية المستدامة هي أننا بنسلم جيل إلى جيل وبنسلم خبراتنا وتجاربنا إلى الجيل الجديد السرعة الأجيال أو تكامل الأجيال أو تحديات الأجيال الأمر يدخل فيه الطبيعة الإنسانية وطبيعة المجتمعات فكل مجتمع في الدنيا هو عبارة عن أجيال متولية ومتعقبة ومتورسة نتورس التقاليد والعادات والقيم والاتجاهات ونختلف في الاهتمامات والطموحات وطريقة التعامل مع هذه الاهتمامات ومع هذه الطموحات فالأمر ليس تكامل أو سرع والأمر لا يؤخذ بإما تكامل أو سرع ولكن هي القضية نقدر نقول أنها الوجهين معا وضرورة الوجهين معا يعني لا يوجد تكامل مطلقا ولا يوجد صراع مطلقا يعني يمكن أحد علماء الاجتماع ويعني كان اللواء كارل مانهيم كان قال أن كل الجيل وده له كتاب مهم جدا عن المشكلة الأجيال كان له مهم أن كل جيل له تجارب مشتركة ومفهومات وفهم خاص به وبالتالي بيرى كل جيل أنه هو الصح وأنه هو اللي يمتلك الإجابات هنا في كل إشكال نعم يمتلك الإجابات عن كل شيء وفي نهاية الجيل يكتشف أنه كان خطأ والجيل الجديد يمتلك إجابات أخرى وإجيال أخرى فبالتالي الأمر بيأخلق نوع من الوعي الاجتماعي الوعي الجامعي ولكن هو تكامل وصراع أيضا بين الأجيال صراع نتيجة الظروف والضغوط الاجتماعية والمفهومات والتغيرات السريعة في التكنولوجيا وفي الحياة وفي صير الحياة وفي طبيعة المجتمع وتطورات المجتمع وتكامل في نقل الخبرة والمعرفة اللي أحيانا لا يتقبلها الجيل الجديد كما لم نتقبلها نحن كما لم نتقبلها نحن سنأتي لهذه النقطة دكتور سعد ولكن سأنتقل لأستاذ مصطفى يعني ربما هذا الجيل أو الواقع الذي يعيش هو أبناء هذا الجيل يختلف عن الواقع الذي عاشه ربما الأبا أو الأجداد لكن ما يمكن أن نقره ولكل عصر حالة له خصوصيات له مميزات يجب أن نعي هذه ربما الخصوصية هل فعلا الجيل بالضرورة أنه يعيش هذا الصراع يعني ربما ضرورة حتمية أنه يعيش هذا الصراع وبالتالي يكتشف أنه يجب أن يضيب هذه الخلافات مع الجيل السابق صح صح يعني كما أشرت في البداية أستاذ خديجة أنه من المهم جدا نفهم أن الكون في تطور وتوسع دائم يعني التغيير والجدلية ديال التغيير موجود صحيح في الزمن يعني في القرون الماضية كانت تغيير باطئ جدا فبالتالي يتلاحظ بأن ربما ثلاثة الأجيال مع بعض يتمكن يوقعش تغيير لكن حنا في هذا العصر بالانفتاح ديال التكنولوجيا والإعلان يعني المعلومة ممكن الآن تكون في الولايات المتعدة الأمريكية تنتقل نفس القيام يقدرونه والمفاهيم ينتقلوا في نفس اللحظة بولدان مختلفة فبالتالي هذه المسألة أن الانفتاح ضروري جدا لهذا صعب جدا أننا نقوم التغيير صعب جدا أننا نقوم مفاهيم جديدة صعب جدا أننا نقوم سلوكية جديدة الأصح هو أننا نتفق على مبادئ التي تحكم العلاقة الإنسانية التي ربما غير متغيرة مثل التفاهم والاحترام مثل أننا نتقبل آخر الإقناع الإقناع أيضا مثلا أنه من خلال التواصل دول المشكلة أننا لا يوجد تواصل لغة مشتركة إذن كأولياء أمور كأساري لغاية ذلك يجبنا نخلقوا بأذية التواصل كيف أننا نحاول نقنعوا وفق البحث عن الأنفع لأننا ممكن نقوم صعب نقوم بحث عن الحقائق لربما نرى الأنفع لنا ويجب هذه الفكرة التي أصبحت هوية لأن الإشكال الصراع الأجيال هو أنها أصبحت هوية لأننا نقول قيم ومعتقدات أصبحت هوية ومن أصعب الأمور في التغيير وأننا نغير الهوية ذي لأنني عيشت 30 أو 40 سنة نبدأ نفس الأفكار إذن بالنسبة للفكرة ما قد يعمل معتقد فقط إنما أصبحت حقيقة إذن كيف أننا نستطيع أن نوصل للجيل الجديد اللي بدك يكون هوية جديدة مختلفة على الهوية ذي وبنسبة لله أنه حقيقة في الإشكال ربما هو أن هذا الجيل مثلا كل جيل عنده جيل هذا الجيل اللي يجيب بعد يعتقد وعنده اعتقد لي هو جازم أو متأكد أنه يفهم حسن ما الجيل اللي يسبق منه صح هنا في الإشكال وهنا أصلا نتعلم واحد الفكر النقدي الداتي يعني ربما أنا ليست مفاهمية صحيحة يعني ربما المعتقدات ديالي قد أفعلها الزمن ربما الفكرة لا تتناقض مع الفكرة اللي عندي أصلا لهذا يجب أن يكون عندنا واحد القدرة أننا نكون لنفتح هذا كما قبل أن ندخله وكنا كنا ندره مع أستاذ ساعد قلت له أصلا ربما صراع الأجيل وصراع مع الذات في حد ذاته وأنني هناك حتميات تاريخية وزمنية لحظية كتستدعي أنني خصني نفاتح ونتغير لكن عندي خوف من المجهول وخصني نتشبت بشي حاجة اللي هي عندي في الداخل ديالي لأنا متعود عليها لمنطقة الراحة ديالي أفكار ديالي فبتالي ربما ما كتعطيش نتائج لكن ما عنديش القدرة لإنفتح لها ديالي خوف من الأفكار الجديدة وماشي أي فكرة تتحدث عن الجيل الجيل أكبر والجيل الجديد ينظر للجيل القديم أنه صفي يعني انتهى الزمن نحن عندنا أشياء جديدة ولكن ما كيساش أننا نقول داري جيل مغربي أنا لفاتك بلي لفاتك بحيلا ولكن يريد يعني الجيل جديد ما كيف يفهم بشهادك يقولك أنا بالنسبة لي أنا الآن أكثر داكا ومتجاوز تجاوز متجاوز أكل عليه الضهر والشريف هو أنا زوى الصراع إختلاف وجهات النظر بين الجيل القديم والجيل الجديد ومن الخطأ أنه وده الوعي اللي احنا عايزين نعمله أو نوديه للناس أن من الخطأ أن أنت تحكم على الجيل الجديد بأفكارك ومفاهيمك وقيمك وطرق تربيتك يعني حتى أسليب التربية اختلفت فلا يجب ما تربيت عليه أنا بالضرورة أربي عليه أبنائي لأنهم لن يتقبلوا هذا الأمر لأن لديهم أمور حتى في العادات الطبيعية أو العادات المجتمعية أو العادات اليومية اللي احنا بنعمل أسلوب الحياة حتى مع الأصدقاء مع أسلوب الحياة في مواعيد الرجوع للمنزل يعني نرى في الوقت الماضي كان الرجوع للمنزل في وقت معايا لأن كان الساعة عشر بالليل ده خلاص في أشباح في الشهر في الوقت المواعيد مختلفة ده أبسط الأمور صح فبالتالي الصراع موجود ولكن الفكرة نفسها أننا كيف نوعي الآباء ونوعي الجيل الجديد بطريقة التعاون والتواصل والتقبل والاستعاد لهذا الأمر دكتور سعد كلامك جميل على رأسي لكن كيف يمكن أن نغير من واحد المقولة ديال الجيل الحالي أنت من جيل وأنا من جيل ولذلك لن تفهمني على الإطلاق ربما هذه المقولة تتردد على ألسنة الجيل الحالي هل يمكن أن أو إلى أي حد يمكن أن يكون صراع الأجل عائق بالنسبة للتغيير للأفضل أولا هو لا يمكن تغيير هذه المقولة نعم يعني ستظل أنت من جيل وأنا من جيل سابتة دائما حتى في مجال الثقافة والفنون والأغاني والأدب والشعر فطبيعي دائما هيبقى فيه أنا من جيل وأنت من جيل وأحنا الجيل ده هو عنده مساحة أكبر للحركة مساحة أكبر للتعاون مساحة أكبر للثقافة للإطلاع للمعارفة زي ما أستاذنا قال فبالتالي هذه المقولة ستستمر لكن الفكرة أننا لا نضع هذه المقولة الحاجز الذي يعوقنا إلى التقدم هي المشكلة هتجي من إيه أن كل جيل يرى أنه الحقيقة المطلقة ويرى أنه هو اللي يمتلك الحق ويمتلك الفضيلة ويمتلك الصحة ويمتلك الخطأ ويمتلك المعايير الاجتماعية اللي عايز يفرضها على الجيل الآخر وعلى فكرة أنا بقول يفرضها ليس من الجيل الأديم للجديد أحيانا الجيل الجديد أيضا عايز يفرض آراءه ومعتقداته وقيمه الجديدة اللي احنا أحيانا شوية فيه بطء في الاستعاب عايزين نستعبها هذا دايما شوية أنا أقول لحضرتك دايما فيه مقلتين متعرضتين دايما الجيل الجديد يقول الجيل الأديم كنت في زمن الخير كان فيه خير زمان وكان فيه كذا وكان فيه أيام زمان أيام الخير زمن جميل زمن الجميل والزمن ده ليس جميل الزمن ده بعد خمسين سنواته هو الجميل نعم كنت فيني هي دي الفكرة هي دي استمرارية الحياة لكن الفكرة نفسها أن إزاي نخلق نوع من الاستعاب لكل أفكار الجيل الآخر نخلق طريقة مشاركة وطريقة تعاون وطريقة أنشطة مجتمعية مع بعض نخلق حاجة شوية المفروض أن احنا نعمل عليها مجهود كبير اللي هي تسليم الجيل لجيل هو الفكرة أن إحنا لو بقينا في الصراع إحنا فقط اللي بنفهم وإنتوا لسه أطفال صغرين ما بتفهموش أو نحن في الآية أول عكس أحنا مثلا نحن هذا الجيل ربما جيل الرقمنا جيل التكنولوجيا ربما يوصف الجيل اللي قبل بالأمية الرقمية مثلا وهذا صحيح هذا صحيح في استعاب التكنولوجيا فكرة استعاب التكنولوجيا هذا الجيل أسعد حظا مننا في موضوع الاستعاب التكنولوجيا بما لها من إيجابيات وسلبيات لكن الفكرة أنه أسرع وأكثر استعابة وأكثر معلومات وأكثر اطلاع اللي أنا دائما بحب أقوله وبحب أقوله في محضراتي أنه لازم نخلق آلية لتعاقب وتسلسل الأجيال حتى في القيادات المهنية هو ممكن المشكلة أحيانا في بعض القيادات أنه اللي بيحكم فوق السن ولكن لا يوجد جيل تاني يتولى القيادة جيل تاني يتولى الفهم جيل بنسلم الخبرة اللي المفروض أنا أنقلها إلى الآخرين وأنقلها بخبرة وهو يضيف عليها ابتكاره ومعرفته وتجربته الحديثة إذن دعم للتجربة بخبرتي وتجاربي السابقة وفي نفس الوقت بجنونك وابتكارك وإبداعك الجديد هذا يبدأ تكامل تكامل أو تلاقح أو صهار أو صهار ديالتجربتين أو ذوبان ديالتجربتين ولكن أحيانا نحن نحن نكلم نفسنا أحيانا أنا في بعض المؤتمرات حضرت المؤتمر عنوان عن الشباب وعنوان كان أصغر واحد فيهم عنده 40 سنة فبالتالي الأبرز في التوارد للأجيال أستاذ مصطفى أنت تشتغل عن كتب مع الأجيال كيف يمكن امتصاص هذا الصراع كيف تمتص هذا الصراع وتحاول أن تكمل ما بين الجلين أكيد هناك تنقض ثقافتين مختلفة وربما تنقض بعض مرات فكرين فكر قديم وفكر جديد بكل حمولته الثقافية بكل خلفياته إذن من أهم الأمور أستاذ خديجة اللي اخذنا نفهمه بشكل عام هو الوعي لما كان الوعي اللي غير يعطينا التقبل لا يعطينا الاحترام لا يعطينا البتيكار كما شار السد السعيد المهم جدا أنني يخصني بعض الأمور اللي هي أساسية لأن بعض الرسم اللي هنهضرو ما خليوش الإطار مفتوح هو شنو الأفين الإشكال ديال أنني ننفتح للجديد كين جاء بزاف ديال الأمور اللي هي مطروحة في العصر الجديد وشحاجة أزوينه تستدع أننا نتقبلوها ونصاهروا فيها كما أشرت وكين شيء أمور لله ضروري جدا أننا نريد أن نرد فيها ستكون لدينا واحد حصانة عقلية واحد حصانة نفسيا شيء أفكار شيء معتقدات وشيء قيم وشيء سلوكيات إذن هنا دايما نريد أن نريد أن يكون لدينا واحد الإطار مرجعي اللي يريد أن يحكي منه وش هادين تقبلوا الفكرة ولا ما تقبلوش وش هاد الفكرة اللي هي قديمة وش أصلا صالحة وش هي صحيحة لأن ربما حتى الجيل القديم ربما عنده أفكار مغلوطة عن ما هي الحياة ما هي الزواج ما هي التربية ما هي العمل الآن قيم جديدة مختلفة فبالتالي نريد أن نرى ما هو الإطار المرجعي هو الإشكال ما هو يكون عندنا الإطار المرجعي باش نرجعون هذه الفكرة وش هي قابلة للتحقيق أو غير قابل التحقيق إذن هنا تضروري جدا ذلك الواعي أنني سيكون عندي قدرة أنني نحط ذلك الفكرة وش هي قابلة للتطبيق في العالم الخارجي وش عندنا نتائج إيجابية ونشوف النفعية وش هي غادي تنفعنا ولا ما غادي تنفعناش إذن من المهم جدا يكون عندنا هذا القدرة على أننا نشوف الفكرة في حد ذاتها ماشي هنا ننسى حتى أنا وش المعتقدة ديالي وصحيحها وصحيحها خصوة تحط للانتقاد حد ذاتها إذا ما كانت وضع الانتقاد من خلال الحوار إلى غير ذلك غادي يكون دائما هذا الصراع إذن ضروري جدا من الوعي تقبل والاحترام عطفا على ما تفضل أبيل أستاذ مصطفى دكتور سعد أبو نار ما الكيفية التي يجب أن ربما نواجب هذه التحديات وهذه التأثيرات يعني لا مفر ولا مناص من هذه التأثيرات على الفرض على المجتمع على الأسرة صح نعم أولا التحديات لها أكتر من جانب في الجانب الاجتماعي وهي تحديات بتخلق نوع من العزلة الاجتماعية أحيانا بين الأجيال عدم التواصل الاجتماعي ده بيأثر الحوار عدم موجود حوار عدم موجود ده بيأثر على الأسرة بيأثر على التوتر الأسري صحيح إن فيه صراع بين الأجيال وصراع بين الأجيال ليس بالضرورة بين الآباء والأجيال ممكن يكون بين الأخ الأكبر والأخ والأخ أو بين زملاء العمل الأكبر سنا واللي لسه حديث في العمل بين الأستاذ والتلميذ فبالتالي في مجال المجتمع هنلاقي أن الأسرة أصلا بتتأثر بالموضوع ده جدا الأسرة فيها عدم دعم اجتماعي عدم دعم الأفراد الأسرة وده مطلوب زيادة الدعم فيه لأنه لم يبقى فيه اختلاف في الأجيال أنا ووالدي مش فاهمين بعض أنا ووالديتي مش قادرين نستوعب بعض أنا واخواتي مش قادرين نتفاهم مع بعض فبيحلق نوع من العزلة في داخل الأسرة بيخلق عدم تواصل بيخلق خصوصة في عصر رقمنات ووحد من عزل ومسك الموبايل وخلاص ففيه انعزلية فيه على الجانب النفس ده بيعمل نوع من الألأ وبيعمل نوع من التوتر وبيعمل نوع من الضغط الاجتماعي على الأفراد اللي هو ما فيش حد فاهمني فإذا لم وده الخطأ اللي الناس تقع فيه إذا الجيل الجديد لم يجد من يفهمه هيتجه إلى الجيل الجديد بأفكاره اللي قد تكون بقى ننجر بيها إلى الأصدقاء السوق بروح للي يفهمني بقى نعم رح للي يفهمني صح فلي بيفهمني ده من نفس جيلي ما عندهش خبرة الحكمة في يعني من قياس الأمر فبالتالي إذا افتقدنا هذه الصلة ممكن يكون الجيل تركناه على على راحته على انطلاقه بدون حكمة أو بدون يعني ضبط 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 على الجانب المجتمعي هنلاقي أن في مشاكل اجتماعية وحضرتك أشارتي على موضوع التنمية المستدامة صحيح ويمكن احنا في المنطل العرب الأفريكي متوليين موضوع التنمية المستدامة ده لأن هي فكرته أن أنا أقيم تنمية تخدم هذا الجيل والأجيال القادمة والأجيال القادمة على كل المستوى سواء التعليم سواء الصحة حتى مستوى الصحة مفهوم الصحة اختلف بين هذا الجيل والجيل السابق مفهومي عن الصحة مفهومي عن أسس التربية هاتي وليت أمر أو أم الوقتي ويسألها عن التربية والأم الأدي من الزمان بالتالي هذا المفاين في التنمية المستدامة ضروري في المجتمع تعاقب الأجيال نعم تسلم الأجيال بخبرتها وإعطاء فرصة بمنتهى المرونة والتقبل واحترام الرأي واحترام الفكر الجديد لهذا الجيل الجديد لأنه مطلع أكتر ومبدع أكتر ولا يحتاج منا إلا الحكمة والضبط زي ما حضرتك قلت والخبرة الحكمة التي تتفضل بربما أو توصية لسادة المشاهدين حكمة في كلمة التواصل الفعال والتقبل والمرونة بين الأجيال بعضها وبعض نفهم بعض ونتواصل مع بعض مفاتيح مفاتيح الحياة والدعم المستمر والاستعاب لأفكارنا لمفاهمنا لقدراتنا وترك مساحة للانطلاق لأن لو أنا وضعت شخصي في محيط قيمي أنا فبالتالي أنا ضغطت عليه كتير جدا جدا وجعلته لا يستطيع الانطلاق بحريته وبأفكاره الجديدة سيجيب نتائج عكسية هي سيرورة الحياة زي ما يمكن الأستاذ أشار في الأول هي سيرورة المجتمع هي التغيير ويسع إلى التقدم فلن أستطيع أقف هذا التغيير ولكن ضروري إستعاب طيب أستاذ مصطفى كلمة نختم بها وصلنا للخدم شكرا آخر شيء ممكن قولوه سواء في التعامل مع ذاتي أو مع المجتمع أو مع الأسرة وأن يكون عندي معايير محددة والانفتاح لتطبيق هذه المعايير لأن المعايير ربما معايير إنساني عبر التاريخ لا تتغير كمبادئ لكن طريقة تطبيق ديالها ممكن أننا نخلقه مرونة وبذل تالي دائما نفكر بالإبداع شكرا جزيلا لك أستاذ أملاح نورتاني شكرا جزيلا لك دكتور سعد أبونار شكرا لحضرتك نورتاني وأنا الأسعد شكرا جزيلا لكم شكرا لفريق العمل أيضا كل متنان لكم وشاهدين على كرم المتابعة وإنا على وعد اللقاء بكم يوم الاثنين وتحدي جديد مع كامل محبتي